السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وباركة على سيدنا محمد وعلى الله وصحاب الغر المايمين ازايكم ايه سنة ستة ابتداء عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض فيديو المهام الادئية هنشرحها بالتفصيل وبطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة وجمل جميلة جدا تطلع من الفيديو حافظ نص الباريجراف كل الباريجراف منه وتطلع من الفيديو النهاردة ان شاء الله حافظ نصه بإذن الرحمن فالدنيا سهلة ما تقلقش الدنيا بسيطة جدا بس ركز وعمل اللي عليك عشان تجيب الخمسة وثلاثين درجة وانت مرتاح تعالوا بقى نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول ده شكل الورقة وانتوا عارفين الكلام ده من التلم الأول طبعا هنا كاتب السكول اللي هي المدرسة بتكتب مدرستك الكلاس اللي هو الفصل بتكتبها ستة أول ستتين ايا كان والنيم واسمك ده طبعا لازم يتكتب وكمان الديت التاريخ تمام دول لازم يتكتب يا أولاد لازم بعد كده بيدي لك العنوان وبيكتب لك كم جملة كده وفي أسئلة انت المفروض بترد على الأسئلة دي في البراجراف اللي انت هتكتبه تمام تاني حاجة بقى الورقة عندك بتكون ياما سطور جنب بعضها فانت كده مش محتاج من ان انت ترسم حاجة او بتكون اياما سطور السطور البدل انت شايفها دي بتكون مقصومه نصين النص بيكون فيه سطور والنص التاني بيكون أبيض سادة فلو مقصومه كده يبقى انت هترسم حاجة تمام لها علاقة بالموضوع تمام طيب كده احنا خلصنا شكل الورقة وازاي ننظمها ونكتبها بطريقة حلوة ونعرف هي بتتكلم عن اين نروح بقى للبراجرافات بتاعتنا المهمة او المهم بتاعتنا السهلة جدا جدا البسيطة ان شاء الله نبدأ باول مهمة معنا وهي الفيماس بروفيربس اللي هي الامثلة المشهورة طبعا انتو طبعا خدتم معين درس الامثلة واكيد ان شاء الله فاكرينو خلي بالكم انا نزلتلكم المنهج كله على القناة بس معدل القصة فالقصة ان شاء الله هنزلها لكم في الايام الجاية تمام ففي ناس كتير بتسألني على المنهج لاقي يا جماعة المنهج موجود الحمد لله على القناة تعالوا بقى نرجع عليه التسكس بتاعتنا بيقول هنا اين كلنا بنحب الامثلة الامثلة لها اكتر من معنى والناس بتستخدم الامثلة دي لما بتتكلم there are many famous proverbs like فيبقى امثلة كتير زي انت هتدور على الامثلة السهلة اللي عندك بالكتاب وتكتبها واحنا هنا جايب بينها اول مثل معنا the early bird catches the worm يبقى هو الطرب اللي بيسحة بدري بيالحقل ايه الدودة طيب معنا ايه this means to be successful you need to be the first to do something عشان تكون ناجح لازم تكون الاول يعني اول حد بيعمل حاجة دي طيب another one is singing birds don't build nests الطيور المثلة اللي بعد كده الطيور اللي بتغني ما بتبنيش العشاش بتاعتها this means that the successful man has no time to talk a lot بيقول ان الشخص الناجح ما عندهش وقت ان هو يتجلم طيب المثلة المفضلة عندي my favorite proverb is the bird who dares to fall is the bird who learns to fly اللي هو الطائر اللي بيكون عنده الجرأ ان هو يقع بيرجع تاني يتعلم ازاي يطير وده معناه this means that you have to try something to be successful وده معناه ان انت لازم تتجرب وتحول في الحاجة عشان تكون ناجح تمام؟ طيب المهام اللي بعد كده ecotourism مهمة جدا جدا السياحة البيئية ecotourism لو انتوا فاكرين بقى احنا كنا في سنة 4 و سنة 5 تكلمنا كتير جدا عن ecotourism فاول حاجة هنقول له ecotourism is a way of traveling that doesn't damage the environment السياحة البيئية هي طريقة للصفر بس مش بتضمر البيئة it's more sustainable than traditional tourism هي مستدمة اكتر من السياحة الـ people stay in simple accommodation not large hotels الناس بتقعد في يعني اقامات بسيطة مش فنادق كبيرة the most important thing is not to hurt nature اهم حاجة في الموضوع ان انت ما تقزيش الايه الطبيعة you can have fun and keep the environment clean انت بقى بتستمتع وورده بتخلي البيئة نظيفة طبعا باريجراف سهل جدا جدا وفي كل الكلمات اللي فيه احنا واخدينها السنة دي مع بعض ممكن بس تكون الكلمة الصعبة عليك وهي sustainable دي الجديدة علينا وsimple accommodation لكن الباقي كله احنا واخدينه مع بعض نشوف بقى المهمة اللي بعد كده عندنا هنا helping community or volunteering اللي هو مساعدة المجتمع او التطوع الاتنين نفس المعنى والاتنين هنكتفيهم نفس الكلام I am writing about helping their community بيقول انا باكتب عن I am writing about helping their community انا باكتب عن كيف نساعد المجتمع it's very important مهم جدا نبدأ بقى I can do many things to help my community انا ممكن اعمل حاجات كتير عشان نساعد المجتمع بتاعي نقول ابقى I can volunteer to help clean the rivers vegetables garden are good ideas to support new communities بعد كده بيقول احنا ممكن نساعد فين نحنا ننظف النهر وهي كمان الحضاق النباتية هي فكرة كويسة جدا عشان ندعم المجتمع بتاعتنا We should support the charities لازم ندعم كمان الجامعات الخيرية volunteering isn't boring التطوع حاجة مش مملة it's fun انه ممتع You can learn a lot of skills when you volunteer وكمان انت بتتعلم مهارات كتير لما بتتطوع طيب الparagraph البعض كده A visit to the Egyptian museum زيارة للمتحف المصري فكاتب hi my name is Ahmad today I'm writing about my visit to the Egyptian museum طبعا انت ممكن دغير الاسم زيارة من انت عايز بيقول اهلا انا احمد والنهاردة هتكلم عن زيارة المتحف المصري This topic is very interesting الموضوع ده مهم جدا Yesterday I went to the Egyptian museum مبارح انا رحت المتحف المصري I went with my friends انا رحت مع صحابي We went by bus رحنا بالأوتوبيس I saw many statues يعني شفتي تمثيل كتيرة They were amazing وكانوا رائعين We saw wonderful artifacts وشفنا حاجات اللي هي القطع الأسرية الرائعة They are made of gold مصنوعة من الذهب Ancient Egyptians were very clever والمصريين كدما كانوا شطار جدا I was very happy انا كنت سعيد جدا It was a day to remember يعني يوم لا ينسى تمام؟ او يوم للذكرة خليبلكم معينا احنا هنا بنتكلم مع زياراتنا المتحف المصري فخلاص احنا زرنا وخلاصنا فدل الكلام كله بيكون في الماضي عشان كده انت بتشوف هنا كاتب went So ancient Egyptians were تمام؟ فلازم كده لما تيجي تكتب حاجة في الماضي فهتاخد كل الأفعال في الماضي خلاص كده يا أولاد برضو لما تيجي تكتب زيارة تبدأ تقول انا رحت مثلا امبارع مع عائلتي مع اصحابي روحنا بايه وتبدأ تقول توصف المكان اللي كان اللي انت كنت فيه تمام؟ تعالوا نشوف المهم اللي بعدها هنا بقى بيتكلم على يعني يوم على الشاطئ برضو هنا بيتكلم في الماضي فبيقولك النهاردة كان اليوم الايه الأفضل I went to the beach in Alexandria أنا رحت للشاطل في اسكندرية in the morning في الصبح The weather was cool الجو كان منعش I swam in the sea أنا عمت في البحر I tried snorkeling وقربت الايه السنوركل It was fun كان ممتع My brother and I played with the sand and flow kites أنا وأخويا لعبنا بالرمل وطيرنا الطيرات الورق My kite went high in the sky والطير الورق بتحتي طارد فوق عالي في السماء That made me happy وده يجعلني سعيد After that We ate ice cream بعد كده أكلنا ice cream It was delicious وكان لذيذ طبعا انت اليوم اللي على الشاطئ ده مش لازم يعني تكتب اسكندرية ممكن تكتب كنا على Red Sea على البحر الأحمر وتبدأ تقول مثلا coral reefs شوفنا coral reefs وشوفنا colorful fish أو bright colored fish تمام ممكن بقى تقول حاجات كتير استحمنا بقى في البحر مش عارفة ركبنا مركب وعمل واستدنا عملنا fishing يعني تمام ممكن تكتب حاجات كتير جدا تمام لو انت شاطر أو لو انت شاطرة وبتعرفوا تكتبوا مواضيع عن paragraph لوحدكم أنا هنا بس بديكم ايه أفكار عن الحاجات اللي ممكن تكتبوا عنها عن نصر وانتوا بقى ايه بخيالكم مصراحوا كده وكتبوا جمل حلوة وجميلة لو انتوا بتعرفوا تكتبوا ما بتعرفش تكتبوا مستوىكم متوسط وتغلطوا كده لا يبقى نحفظ تمام طيب المهمة اللي بعد كده materials in ancient Egypt المواد الخام في مصر القديمة هنشوفها مع بعض بيقول the ancient Egyptians made great things in the past المصريين القدماء عمل حاجة عظيمة في الماضي they were amazing كانوا رائعين ancient Egyptians knew that certain materials could last a long time والمصريين القدماء كانوا عارفين ومتأكدين ان في انواع معينة من المواد الخام بزيستمر الوقت طويلة that's why they built the pyramids with granite عشان كده هما بنوا الأهرمات من الغرانيت a very hard and durable stone هو حقر قوي جدا ومتين they also used the glass which lasts forever كمان استخدموا الإزاز اللي بيستمر للأبد they also used the clay which was near the river Nile to make pots بيقول كمان استخدموا التين السلصال من نهر النيل عشان يعملوا الأواني pots اللي الحلل يعني او البرريد وكده they also used the gold which is very durable and valuable هم كمان استخدموا الجولد الدهب عشان كان durable ماتين وفاليوبل يعني سمين او قيم تمام طيب البرريغراف البعدي كده برضو متعلق بالمصريين كدماء وبتكلم معلها الانيمالز اللي انشاند ايجب الحيوانات في مصر القديمة the ancient egyptians loved the animals and kept many as pets المصريين كدماء كانوا بيحب الحيوانات جدا وكانوا بيربوهم كpets يعني حيوانات أليفة it's coming to find the mummified pets and statues of animals in the tombs بيقول حاجة شقاع جدا ان انت تلاقي بتاع ده تمثيل متحنطة وكمان حيوانات أليفة متحنطة معهم هناك في المقابر بعد كده they adored the cats طبعا هم كانوا بيعشاوا القطط there was a cat in almost every house كان فيه قطط في كل بيت تقريبا they believed that cats looked after them وكانوا بيعتقدوا ان القطط دي بتعتني بهم they also kept birds as falcons and the ibis which represented the wisdom هم كمان كانوا بيربوا طيور زي الفالكنز والايبس عشان كانوا بيعتقدوا ان الفالكنز دي هي رمز الايه الايبس كانت رمز الايه الحكمة تمام؟ طيب نشوف المهمة اللي بعد كده هنا بقى بيتكلم على my favorite games ألعابي مفضلة بيقول ايه i play many games like hide and seek انا بحب ألعب ألعاب زي hide and seek الكلام ده احنا اخد نفسه انا رابعة اخلي بالكم طيب skipping اللي هو نط الحبل and board games skipping والboard games اللي هي الألعاب اللوحية when i was young لما كنت صغير my favorite game is hide and seek لعبيته المفضلة هي الاستغماء i am good at hide and seek انا شاطر في الاستغماء because i can hide for a long time عشان انا بقدر استخبى الوقت طويل i really like games because they need a lot of imagination بيقول انا بحب الألعاب عشان هي فيها خيل كتير تمام؟ محتاجة خيل كتير i don't like hubskutch at all games are amazing وما بيحبش ال hubskutch اللي هي الحدلة وبيقول كل الألعاب ايه رائعة تمام؟ طيب بعد كده ال pros and cons بتاع الفيديو جيمز موضوع مهم جدا جدا ده اللي هو المميزات والعيوب لألعاب الفيديو بيقول i am writing about the pros and cons of video games انا بك طبعا مميزات والعيوب ألعاب الفيديو فيديو جيمز you can solve problems and play with friends انت بتحلل الغاز وبتلعب مع اصحابك فيديو جيمز can be a problem when you play too much ممكن تكون مشكلة لو انت بتلعبها ايه كتير تمام؟ مهم جدا جدا الموضوع ده ومتوقع جدا انه يجينا في اخر او ايميل تمام؟ طيب نشوف اخر مهم معنا سنة ستة المهم اللي بعد كده برضو حلوة جدا انت هتكتب story my favorite story قصتي المفضلة هنكتب عن الولد اللي كان بيقلت صوت ال ايه الديب ده تمام؟ بيقول my favorite story is the boy who cried wolf الولد اللي ايه عيت من الديب it's about a boy who looked after sheep كانت عن ولد بيعتني بالخرفان he wanted to have some fun so he shouted wolf هو كان عايز يستمتع شوية وبعدين هو قاعد يصرخ ويقول ايه في ديب the villagers ran to save the sheep والقربين تنوا يجروا عشان يلحقوا او يحموا الخرفان but they didn't find any wolves لكن ملاقوش اي ايه ديب one day a real wolf came but nobody ran to solve the sheep the boy was very sorry we should tell the truth بعد كده فيهم الايام جاء دي بحقيقة ومحدش جاء عشان ينقذ الخرفان والولد كان اسف جدا وهي بيقول لنا لازم نقول الحقيقة تمام؟ قصة حلوة وسهلة ومبسيطة هم يدوب خمسة دستور وخلصنا التاسك بتاعتنا تمام؟ نروح للصفحة اللي بعديها هنا بقى بيقول لك good citizen يعني مواطن صالح هنتكلم ازاي نكون مواطنين صالحين ودي برضو احنا شرحناه to be a good citizen you should respect others اول حاجة عشان تكون مواطن صالح لازم تحترموا الاخرين be polite and kind your neighbors لازم نكون مهزفين وعطفين مع جرالنا help people who are old or sick نساعد الناس الكبيرة في السن او المريضة you should protect the environment لازم نحمي البيئة reduce waste ونقلل الفضلات الزبالية عزنا الله don't use plastic bags or plastic bottles ما نستخدمش لها الكياس الولا الازايز البلاستيك you must help the community لازم نساعد المجتمع volunteer as a local charity نتطوع في بتاعت جمعية خيرية محلية let's all be good citizens and make the world a better place بيقول خلينا كلنا مواطنين صالحين ونخلي العالم ده مكان افضل تمام طيب المهمة اللي بعدها animals habitats اللي هي بيئات الحيوانات برضو paragraph مهم جدا وممكن يجينا اخر الترمة في الامتحان where there are many different habitats in India في بيئات مختلفة كتير في مصر such as the sea desert mountains and rivers زي البحر والصحراء والجبال والانهار تمام camels live in the desert الجمال بيعاش في الصحراء fish live in the sea الزمج بيعاش في البحر trees grow in the forest والشجر بيلمو في الغابة some habitats have problems like pollution and cutting down trees في بعض البيئات بيكون فيها مشاكل زي التلوث وقطع الاشجار it's good to protect these habitats من الجايد ان احنا نحمل ايه البيئات دين we mustn't waste water or drip litter ما ينفعش ان نهدر المية او drop litter يعني نرمز دي باله we can recycle paper ونعمل اعادة تدور الورق so people don't cut down trees عشان كده الناس مش هتقطع اشجار تاني we can plant flowers ممكن نزرع ورود and plants ونباتات because these are great for birds and insects لان الحاجات دي مهمة جدا او رائعة للايه للطيور والحشرات برضو كلماتها سهلة جدا ايه نعم كتيرة بس كلماتها سهلة جدا نشوف المهمة اللي بعد كده عندنا بقى هنا بيتكلم على birds migration اللي هي هجرة الطيور many birds migrate to and from Egypt and accresed فيه طيور كتير بتسافر لمصر او بتهاجر من مصر او الى مصر او بتعدي على مصر تمام؟ that's because of its location in the world بسبب موقع المتميز في العالم they migrate to find warmer weather الطيور بتهاجر ليه عشان تدور على طق سدافي some birds fly very long distances making the same journey year after year بيقول بعض الطيور بتهاجر لمسافات طويلة وبتعمل نفس الرحلة سنة بعد سنة they might use the sun هم ممكن بيكونوا بيستخدموا الشمس or the stars or the things they can see on the way to know where they go ممكن بيستخدموا الشمس او النجوم او الحاجات اللي بيشوفها هم مشين عشان يعرفوا الطريق اللي هم رايحلوا even young birds that migrate for the first time seem to know where to go يقولك حتى الطيور الصغيرة لما بتهاجر لأول مرة بيبدو عليها انها عارفة هي رايحة فين you can see wonderful birds you can see طيور رائعة في مصر bird migration is very interesting وهجرة الطيور دي حاجة interesting جدا تمام برضو طويلة بس سهلة يعني لما تيجي تحفظ احفظ جملة جملة وبعدين اكتبها خلصت الجملة دي ادخلها اللي بعدها خلصت الجملة التانية ترجع تكتب الجملتين كلهم من الاول وهكذا مش ان انا احفظت مرة واحدة لا ده انت تحفظ وترجع وتجيب البراجراف تاني من الاول وتسمعه لحد ما تبدأ ايه تحفظه كله تمام تمام عشان ما تضيعش من ايه دك لخمسة تلاتين درجة باللي عليك خلاص تعالوا نشوف اللي بعد كده بقى بيقول يعني لعبيتي المفضلة لما كنت صغير بيقول ودي اخر مهم معاني سنة ستة بيقول انا لقيه تسندوق من الالعاب القديمة في بيت جدتي كم فيه لوح تزحلك وده كان المفضل عندي كنت بحب العب به وكنت بقدر اجري عليه بسرعة كاللون براون بني جدي اشتراهولي بيقول بقى انا لقيت الحزاء بتاع تزحلكه وكمان المجسمات بتاعته وبيقول انا بحب اتفرج على الالعاب القديمة تاني تمام بس كده خلصنا المهم بتاعتنا هي اي نعم كتيرة شوية معلش سنة ستة اتعبوا واكتهدوا الايام دي عشان تضمنوا 35 درجة وكمان انت مش هتحفظه وخلاصه كده المهم بس لقد انت كمان بتستعيد للبراجرافات بتاع اخر الترم وفي من البراجرافات اللي احنا قرناها دي في منها هيجي في اخر الترم فانت بتحفظ لحاجتين فمعليش شد على نفسك شوية واكتهد وذاكر ولو في حاجة وفد معاك قولي في الكومنتات وانا معاكم والمنهة كله بقول تاني هو المنهة كله موجودة على القناة تمام وان شاء الله احطلوكم في قيمة التشغيل النهاردة بلاي لست كده عشان تدخلوا تلاقيوا كل الفيديوهات موجودة تمام خلص الفيديو بتاعنا اشوفكم بالخير ان شاء الله في سلسلة المرجعنا هيقبزن الرحمن واستوضعكم الله لازالله تضيعوا دائعوا واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وباكاته